ادى طلبة الصفين الاساسيين السادس والتاسع اليوم اولى جلسات الامتحان التحصيلي الموحد في كافة المدارس الحكومية والخاصة في الاردن ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث وقال نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ازنيبات لرؤية ان الامتحان يهدف الى تجويد العملية التعليمية والوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الطلبة وذلك لتصويب الضعف وتعزيز نقاط القوة لديهم وقد بدأت جلسات الامتحان وفقا للجدول الذي اعلنته وزارة التربية والتعليم في وقت سابق اي في الساعة التاسعة صباحا حيث تقدم طلبة الصفين السادس والتاسع لامتحان مبحث اللغة العربية على اياليه في اليوم الثاني مبحث اللغة الانجليزية وفيما يتقدمون الى مبحث الرياضيات في اليوم الثالث اما طلبة الصف السادس فسيتقدمون الامتحان مبحث العلوم في اليوم الرابع اليوم انطلقت الامتحانات التحصيلية للصفين السادس والتاسع في كافة مدارس المملكة الاردنية الهاشمية سواء كانت المدارس الحكومية ومدارس القطاع الخاص أو مدارس الثقافة العسكرية أو مدارس التي تتبع لي وكالة الغوض هذا الامتحان هو استرشادي استدلالي نحن نتوقع ان النتائج التي سيسفر عنها الامتحان ستساعد وزارة التربية والتعليم في تحليل هذه النتائج لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف لدى ابنائنا الطلبة في المواد التي تقدموا فيها للامتحان اللي هي اللغة العربية والعلوم والرياضيات